لممكن حد صاحب قرار النهاردة يجي يقول والله يا جماعة انا على اقل هصلح الاساسيات الكبيرة كزا وكزا وكزا علشان اللي جاي يبقى اسرع. موضوع الوقت احنا اللي بنزحلقه كده عشان ما نعملش. اللي عنده ارادة انه يغير. اه. ويعمل. هيعمل في ازبور. مين هو? الله اعلم. فيه. انا مش عارف. ميش. لو في ارادة لانه احنا شفنا في البلد دي في ارادة عملت حاجات كتير. جد. شمعنا الرياضة. اه. شمعنا الرياضة. مش معنا الكورة. شمعنا الكورة. اه. الكورة بالذات فيها مشكلة. اه. فهي لا لا تغير اتغير طبعا. اللي عنده ارادة هيغير. لكن احنا هنفضل عارف لعبة المتاهات. اه. طب كابتن ضياء النهاردة انا جيت قلت لك كابتن ضياء السيد انت المسؤول عن ملف الكورة مصرية صلح للدنيا. اقول لي الاساسيات. تديني برشدة فيها خمس حاجات نعملهم النهاردة. تعمل ايه? مسابقات. مسابقة الدوري تعمل ايه في الحالة? نظام مسابقات انا انا رأيي الحالة عشان المسم اللي تلعب في الاخر بتاع الكورونا وبعد كده ضغط المسم ده فبقت فيه ضغط كبير جدا. قرار مسم انتقالي مجموعتين الدوري. مجموعتين صح جدا. انسى. ماشي. هتقول لان ديها بتحتاج لان ديها بتحتاج على الدور الواحد. على كل حاجة. اه. بتقول لهم وبتجتمع بيهم وبتمضيهم. اه. هنلعب كل تلات يام ويطلعوا يهجمون. واول ما يخسر يطلعوا يهجمون. اه. مضيتهم على اللايحة بتاعت ان الاتحاد الافريقي وقت معادل اربعة. وقت معادل اربعة اللي هيتاخدوا اللي موجودين في الجدول. اعترض. اعترضوا بيعترضوا بقولوا هنشتكيك وبنعم. وهم مضيين. اه. فاعمل للمصلحة. اعمل للمصلحة. توفر اسابيع كتيرة جدا واعتبروا مسم انتقالي للسنة اللي بعد. بالزبت كده. وخد انت القرار. اللي عايزه يطلع منه يطلع. اه. ما عدش يقول لي اصل. ساعتها بيطلعوا لك اصل لمصلحة الكورة. وشكل الكورة يا سيدي. ما انت بتعترض على كل حاجة. ام. وقادي ادي ادي الاربعة وعشرين شهر. ام. مش هينفع يتلعب مع مشاركات الاربع عندها في افريقيا. اه. مع اه اه المشاركات بتاعت المتخب. ومع بطولة جديدة اتفرضت علينا. انه انت لازم تخشها اللي هي بطولة العرب. اه. اه. فطبعا هتعمل ايه? يعني انت هتعمل ايه? انت النهاردة هتعمل يوم واحد وعشرين. بص برضو عشان المنتخب خد بالك. ام. انت لو هتلعب يوم واحد وعشرين. هتبتدي الدوري ولا الكاس. ما هو في حيرة. ما حدش عار. ما هو انت مش عار. اهو احمد مجاهد الله كنفعونه. اه. هيبتدي ايه? لو ابتدى دوري هيبقى مضغوط. ويبقى مفيش كاس. طب لو ابتدى الكاس. هيقولوله ازاي? لا. الاهل والزمالك وبراملس في الكاس. اه. انت فاهم اصلي? ميش. ما هيضغطه برضو لحد عشرة. ميش. فانا عايز اقول لك انا اخد قرار. اخد قرار. اصلح المسابقة دي. المسابقة دي مش هتتصلح غير بسنة انتقالية. موسم استثنائي يعني ببعنا الكلمة. سنة انتقالية. اه. عشان استثنائي دي عقادتنا. ماتبقاش استثنائية اه يعني. اه. فهو موسم انتقالي يتعمل فيه ده هتقلل على التمند تسع اسابيع. اه. دول كويسين جدا. بحيس انك تبتدي الدوري في اخر ستة. اه السنة الجاية. احمد مجاهد الله يكون فعونه ولا هو يتحمل المسئولية في الفترة الحالية? هو يتحمل المسئولية في الفترة الحالية بس هو جايب في وسط العكر. يعني بس اهو موسم اهو بيبتدي جديد اهو. اهو الموسم الجديد طبعا. لا ما عندهم. اللي فات ده ماشي ممكن. اهو بعدين لو عدت تجيب الاندية تاخد رأيها بيغيروا رأيهم اول ما يخرجوا من البان. طبعا. طبعا. وبيهجموك. اهو. يا باش مهندس اول ما بيخرجوا بيهجموك. صح. فانت اخد القرار اللي يوفر اسابيع. ويزبط الفرق اللي هتلعب في افريقيا بشايب عندها مساحات ويبقى هو يبقى فترة انتقالية.